هذا ما فعلته الحروب المتتالية بالعراق أربعون عاما من النزاعات تسببت بملايين الوفيات والإصابات لم تترك قساوتها ندوبا على قلوب الأبرياء فحسب بل طلقت العراق بما فيه من أرض وهواء وماء وغابات كانت فريسة سهلة لنيران الصراع التي دمرت المصانع ومكامل النفط ونشرت التلوث في كل مكان الأمم المتحدة وفي تقرير أعده برنامجها البيئي يو ان اي بي أكدت أن الحروب تلك أنهكت النظام الصحي والخدمية في العراق وأضعفت الإدارة البيئية والرقابة على المنشآت الصناعية بينما لم تنجح بالمقابل الخطط التي وضعتها حكومات ما بعد عام 2003 بمعالجة هذه المشكلات لفقدان الأمن وتفشي الفساد واقع جعل القضايا البيئية الشائكة تتراجع على سلم الأولويات في العراق بحسب التقرير الأممي نفسه وتبقى في أغلبها مهملة وخصوصا بعد الثلاث سنوات الأخيرة من الحرب ضد تنظيم الدولة هذه الحرب الأخرى التي يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة يو ان اي بي إنها أدت لانهيار تام بالإدارة البيئية في العراق جراء إشعال آبار النفط في ناحية القيارة وإحراق مع ملك بريت المشرق جنوب مدينة الموصل إضافة إلى تسرب المركبات العضوية المستخدمة كعوازل ومواد تبريد في منشآت الطاقة الكهربائية بالبلاد وصولا إلى ملايين الأطنان من الأنقاض في المحافظات المدمرة كنينوى والأنبار وصلاح الدين وغيرها جراء الحرب كل هذا وأكثر والعراقيون يعيشون تحت سماء سوداء في وقت تحولت أراضيهم الزراعية وأنهارهم سوادا هي الأخرى عقب هذه التسربات النفطية ما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل كسب أصحابها لقمة العيش في وقت كان من المفترض على الحكومة كما يقول برنامج الأمم المتحدة البيئي تخصيص الاعتمادات المالية لمعالجة الأضرار البيئية ضمن ملف الإعمار المجمد أساسا والمستخدم كورقة انتخابية بينما يترك الإنسان والبيئة العراقية هما الضحية الصامتة في هذه الحرب